أو المأساة في فيينا طفل أربع سنوات يقتل على يد والدته المريضة النفسية وعندنا في الصياق نفسه برضو اعتقال الأم بعد العثور على الطفلة المختافية في فيينا الطفل الأول كان أربع سنوات وطبعا قتل أو لقى حدفه على يد والدته وده برضو اختفاء الأم مش عارف إيه اللي حصل في النهاية أخبار مؤلمة للغاية بصراحة أخبار مؤلمة للغاية عنوين مرعبة عنوين مرعبة فعلا ما منستطيع نقول عنه أقل من ذلك الوضع الحالي للجرائم التي شهدتها النمسا على مدار أسبوع أم تقتل ابنها ثم بأربع سنوات تقريبا ثم تحاول قتل نفسها ولغاية الآن هي موجودة ما بين المشفى والتحقيق والأخرى والأخرى ما غير معروف كيف قامت أيضا بقتل ابنها أو بنتها بالأحرى بنتها فعليا ورمتها في النفاية يعني بصراحة ما هذا بس لاحظ أنت العامل المشترك أن السيدتين من أصول تركيا المساويات من أصول تركيا يعني ما بعرف ما بعرف صراحة يعني ما بنحاول نتحدث بشكل يعني بشكل طيب يعني لاحظ أنت هذا المظهر هذا المنظر التي سيارة سيارة يعني أخذ الوفاة الوفيات يعني بتأخذ طفل رضيع يعني لسه مع عمره عمره سبعة أيام تعرض أجرم أجرم بحقه أجرم بحقه وهو بعمر يعني أيام مع الأسف شديد شيء مؤسف شيء محزن شيء يعني بصراحة أن يندله الجبين بهذه الطريقة التي يعني حصلت يعني كيف قامت يعني كيف استطاعت أم أن تقوم بهذا العمل الإجرامي يعني إحنا هنا أستاذ مندوح إحنا شبهنا ما بنا نعود مثلا وقولوا نندب نندب وحظنا وموارا شو يقول لا أبدا هو بس عملية توعية أيها القضية وين القضية وين هنا يعود دور ماذا اليوغند أمت الذي يهاجم اليوغند أمت ويصادر الأطفال طب تفضل بهيك حالات لو فعلا اليوغند أمت أو فعليا هو كان في إشارات على ما يبدو لمصادرة الطفل الأول الذي قتلته أمه بعمر سنوان ربما كان فعلا نجى من هذه الجريمة والأخرى أيضا التي الله أعلم يقال حتى بعض الصحف تقول أن بالنسبة للأم الثانية التي قتلت طفلتها بعمر ستة أيام اعترفت يقال أنها اعترفت للشرطة مساء الأمس وبناء على اعترافها وجدوا وجدوا الجثة اليوم صباحا اليوم الجمعة صباحا نحن حتى اللي عم بيشاهدنا يعرف توقيت الكلام نحن عم نقوله لأنه حديث النمسا القراءة الإخبارية تصور مساء الجمعة أسبوعيا فبالتالي فعلا يوجد أمت هون بيجي دوره بغض النظر شوفها اتفقنا اختلفنا معه ولكن يوجد حالات عنيفة لا يعالجها إلا اليوجد أمت سيد الكريم لا يستطيع التعامل مع إلا اليوجد أمت صراحة 100% سيد الكريم هذه جريمة متكاملة الأرتال مكتملة الأرتال هذه الجريمة جريمة أربع سنوات قتل شو هذا واحد دجاجة يا راجل دجاجة يعني يمكن ما يقدر يتبحها ويقتلها يعني مثلا عم قل لك فوالك واما عم تقتل طفلة واما عم تقتل جنين الحالة الأمومية سيد الكريم نفسيا بيقل لك الحالة الأمومية تقون بأقصى حالاتها العاطفية لحظة الولادة الولادة هون يعني بتعمل الأم تحصل على طفلة أو جنينة بعمر لساته عبارة عن كتلة لحم هي بتكون بقمة العاطفة فتخيل قمة العاطفة تتحول لقمة الإجرام صراحة صراحة شيء مرعب صراحة شيء مرعب وفعلا هنا يعود دور اليوجد أمت ليأخذ مكانه الحقيقي والصحيح ربنا يا الحم ومؤسسة لا غنى ولا بد منها بصراحة بغض النظر اتفق ما نتفق معها واخترفها بهيك حالات لابد من وجودها ترجمة نانسي قنقر